تلويح بقضية أيضا ضم المستوطنات قديمة لكن يعني الحقيقة أنه العالم كله يرفض هذا الموضوع وليس فقط قرارات الأمم المتحدة وكلها يعني تجمع على أن هذه أراضي محتلة وسوأ كان المستوطنات أو أي ممارسات لتغيير واقع عرض هو مخالف للشرعية الدولية وصدرت قرارات كثيرة جدا حول هذا الموضوع والدول يعني كلها رابطة ومنها الاتحاد الأوروب يعني وصلت الأمور أنه مقاطعة المنتجات التي تنتجها المستوطنات هنا التصريح اللي يعني أثار وزير خارجية الأمريكي هو يعني كما قيل فعلا هو عبارة عن خدمة لترامب أو ترويج لترامب أو أيضا خدمة لنتنياه لأنه نتنياه أمام ما حصل في قضية الانتخابات وعدم إمكانيته لتشكيل الحكومة هو بحاجة إلى رافعة ترفعه فتأتي مثل هذه التصريحات فقط خدمة شخصية لترامب أو لنتنياه وهي في حقيقتها معارضة من كل دول العالم تقريبا إلا أمريكا وأمريكا يعني قضية الانحياز الأمريكي لإسرائيل ولبعض الزعماء المتطرفين في إسرائيل هذا ليست قضية جديدة حقيقة وهذا هو دأب الولايات المتحدة الأمريكية لكن في عهد ترامب تعمقت هذه القضية بشكل أكبر ولأن الواقع العربي يعني بضعفه ومع الأسف وصراعاته وانقساماته وانشغاله بنفسه يعني كل ذلك يغري الكيان الصهيوني أو حتى الولايات المتحدة لأن تصرح مثل هذه التصريحات يعني بمعنى آخر مؤسسات الشرعية الدولية كلها اعتبرت كل أشكال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة باطلة وغير شرعية بل بعضهم وصفها بأنها تشكل جريمة حرب بموجب الاتفاق روما ويعني كان آخر كلام لمهتير محمد قبل ساعات يعني يدين هذه العملية بطريقة وبيعني ألفاظ فعلا جميلة جدا يعني تدل بمعنى آخر أن هناك وعي عالمي على أن هذه المستوطنات غير شرعية وأن هذه الإجراءات غير إنسانية وأنها تعيق عملية السلام طيب وطبعا مجلس نواب الأردني والتصريح وزير خارجيتنا وموقف جلالة الملك واضح في هذا الموضوع ولكن الغطر أسر موسيقى